اشتركوا في القناة ويستنجا ويغسل شعره ويغسل الدديله وينقي حالته هادي جيل المسجين هادي رأي يوم الجمعة والله أنزل في القرآن صورة ما هي صورة الجمعة معنى الصورة لإثنين رأي هذا النهار وحد النهار معظم سمي بالجمعة لأنه هو اليوم الذي جمع الله فيه خلق آدم ونفخ فيه الروح وأدخله الجنة وأخرجه منها وتاب فيه وهو اليوم الذي ستقوم فيه الساعة رأي الساعة غادي تقوم جاية جاية رأي جيل العالمات تقوم جاية جاية رأي ديما حدها تزيد وكتقرب بشتفناء الفان إمتى غتقوم الساعة يوم الجمعة أشعر من الجمعة الله أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الساعة تتقوم يوم الجمعة ولكن ما حددش لنا فالإنسان يستعد ويغتسل ويتنقى ويتنظف ويمشي المشجين إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل وفي لفظ إذا جاء أحدكم إلى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل حتى المرأي لأنه تمشي الجمعة باش تسمع للذكر وتحضر الدعاء وتدي الأجر مزيلا لها تهي حتى تغتسل وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجبون على كل محتلين على كل بالغين وكل عاقل وقد صورف الوجوب العلماء الصرفوا هذه الحديث من الوجوب إلى الندم بأحاديث أخرى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة عتف بها ونعمة ومن يغتسل فالغسل أفضل فالغسل أفضل فالإنسان يحاول لا يفرد في ذلك الغسل إلا إذا كانت شي حاجة لأنك ترتب عليه فضائل كثير ستأتي معنا يغتسل الإنسان وينقل حالة له قبل أن يمشي صلاة الجمعة وفقهاء الملكية يشترته واحد الشر فقهاء الملكية كما نص عليه الإمام أبي الضياء خليل في مختصره والإمام بن أبي زين وغيره تيقولوا ما الإنسان ما يغتسل تيب يمشي للجمعة تيقول ابن عاشر وسن غسل بالرواحي اتصلا وسن غسل بالرواحي اتصلا أي من السناني أن يكون الغسل متصل بالرواحي والخروج إلى الجمعة تيقولكم ما لأن استدلب الأحديث اللي فيها إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل وهذه كلفة تفيد الفورية والاتصال وهذه قد نرد عليه ثم ليغتسل كأن الرواحي الغرة فيها ثم توفيد الطراخي واستدله بدليل العقلي قالوا ما هو المقصد من الغسل أن الإنسان لا تكون فيها الريحة من العرق ويكون قيم ويكون مقد واحد يغتسل مع السلطة الصباح وليس يخدم يبيعه يشري يعني المقصد من الغسل لا يبقاش لذلك يشترطون أن يكون الغسل متصل بالخروج إلى صلاة الجمعة وكانوا شيء صحابة يجب في الزمن نفس السلام للجمعة من العوالي العوالي أحياء بعيدة من المدينة النبوية نقوله بأحد ثلاثة ديال الأميال تقريبا ثلاثة كم تربعة كم يجب الدواء بديرهم يجب على رجلهم وكتعرفوا الحجاز كتقول الحرارة وجين في الصحراء وجين في الطرام وما كيوصلوا الجمعة تقريع عرقوتي تسكر فقال لهم رسول الله يصلى الله لو اغتسلتم لكان أفضل فالإنسان الذي عنده الرحة هذه العرق والأفضل يغتسل ويجب أن تلقى بعض المساجد دروك كنتم من المدينة تلقى المساجد فيهم المياضي وفيهم بلصة الغسل تلقى الجمع وفيه الدوش وفيه المسخون وفيه كل شيء حتى الإنسان إذا كان خدام وكذا يدخل ويكبع ويكبع له شوية ديال الماء ويتقرب الله ويجد ويمشي إلى المسجد إذا كان البيت تعب يعني إذا نسان مايفرطش فإنه يعني سنة مؤكدة عند جماهير العلماء كذلك التزيون لصلاة الجمعة مع الأسف كتلقى بعد الشباب دابالي كيني نضروك كتلقى جيل مش جيد كيصل للجمعة ولبس واحد التيشيرت ونصور فيه حمار ولا كلب مصور لوجه هكذا مصور بوجه بعينين بسنانو هكذا أنت جيد داب ونصلي ونحن في حديقة الحيوان عندما لم تكن لابس حمار يصور في حويجك مثل الجمعة وتقصف الصف وتقال القرآن وتذكر الله وتتسجد ونصور حمار في حويجك هذه الدناء أو لك تلقى شي كتباب لله والإنجليز إذا عرفت المعنى ديناب العربية ستقطع لك الحويج لكن لا أعرف يشير شي تجيط أو تيشورت شي كذا إلا كون هو عرف ما مكتوب عنده تيشورت لا يلبس ويقطع ه يقدر فيه كيس بالرأس وليس يخبر إذا الإنسان لا يكون أعمى لا يعرف ما يلباس لا يعرف ما يدير ها كل مؤمن المؤمن كيس فاطن ليس كيس كيس دكي عنده العقل وعنده الفهم تفسحوا الإخوان لا تقدموا ويرى الإخوان على الرأس ويرى الإخوان تفسحوا اللي يقدموه بلسة يقدم لها لا تزاحم بلسة فغير اللي يقدموه بلسة يقدم لها ليس مشكلة عندنا الإنسان يلبس هذا اللباس الذي يمثل هوية ويمثل الحضرة هذا الحمد لله جلبة مغربية وإذا لا يستعنى يلبسوه كذلك مع الشباب من الشباب الذين يريدون المنكورة الذين لديهم هواس ذي الرياضة تنقاتي لبسة اللباس على الفرقة المفضلة عندهم وبعد هذا كل ألبس يكون فيهم الصليب هذا الصليب عقدة باطلة لأننا نعتقد بأن عيسى لم يصلب عيسى لا تصلب بل رفعه الله إليه وما قتله وما صلبه ولكن لم تفشك تجي لبس هذا الصليب ويجل صلاة الجمه عارض أنت عرفناك أنت لم تفرس كمية التعاود ولكن النظر بالبان الإنسان يعرف كيف يكون بأس وكيف يكون الإنسان يكون دكيم وليس غير غادي وإذا تخرج من هذا تطبق الحديث تعني بسوصل بسوصل يقول لي لا ما على أحدكم لو اشترى ثوبيني اليوم الجمعة سوى ثوبيني مهنته أشغير درك أنا أترجم لك الحديث أشغير فوقية خاص تصل بها يوم الجمعة تلبس هذه الجمعة وتكمل تعلقها سوى كل حوش تلبس عادي لا يدرك تحتهم ويتبخر ويتنقى وقت ما وصلت للجمعة تصلحهم وتقدم وتلبس فين غادي غادي لبيت الله ما على أحدكم معنا ما يضرك إذا قدرت أتواب أحد البليغة وشي تقي شراءة مقادين والأفضل يكون في لون الأبيض من أفضل اللباس لباس الأبيض وكذلك نكفن الأموات وهو لباس الملائكة كيف تلبس أي لباس ولكن نسان الجمعة يجب جلبة ويحطف لماريو ويحافظ عليها لكي يذهب لجمعة تيبان الشعاء الشعائر للإسلام الناس سيكون للجمع بحال العيد الأضحى تأخذ الصباح لا يجب جلبة لا يجب جلبة لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب هذا هو العز يقول لك يجي معنا ابن أبي شامع يقول لك أول بدعة وحدثت في تاريخ الإسلام تركوا التبكير لصلاة الجمعة من القرن الأول يصلون من السفجر يرجعون يفطرون يغتسلون يمشون للجامعة يبقوا يصلون للنوافين من ستة الصباح ينفلوا يقرأ القرآن يصبح يستغفر يخرج لفقه وهذه الجمعة هي هذه نص نهار هي العبادة يصل إنسان الجمعة يخرج لفايدة وعندما تلقى داخل معاه إقامة داخل معاه هي الدعاء يصبط ويدعي يتركب معاه ومخرج أو يجري ما هي الجمعة هذه لم أسمعتي خطبة لم أسبحتي لم أذكرتي لم أغتل سنتي لم أطيبتي لم أبكرتي لم أصلتي إلى النبي لا إذا تشمتي في الدنيا قدرت عود قدرت أحد أحد المحال أحد المحلاب أحد التجارة ولم أسخرش الله قدرت أعودها من بعد حتى لو أعودتها وستبرتها رأي الله سيخلصك هذه الحياة فيها الربح وفيها الخسارة ولكن إذا تشمتي في الدين لأنك لا يوجد أعود أرى النهار الذي لا يرجع لا يوجد لم يكن من جمعة أنا لم يكن من جمعة أرى لا أحساب ولم أرى نرجع 31 عام من الأول ولم يبدأ من الأول ولم يضع لي شيء يضع لي ولم أحد كبير يبقى أنك رأس كبير ولم يضع يوم الأجنبية يفرح يتعرف هذه القيمة يفرح إلا بيشدى عندك يوم القيامة العملة لتعرف من نسية الحسنات حسنات والسيئات هاك أعطينا ونعطيك فالإنسان يرد البن يقول إلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم الإنسان يتزين ويتقد يا بني آدم خدوا زينتكم عند كل مسجد هذه الآيات نزلت للرد المشركين المشركين في الجاهلية فإنما يأتيوا ويطفوا يحيدوا حويجكم أعزكم الله يحيدوا حويجهم كاملين يقولوا إذا كانوا هذا الحويج قدرنا فيهم المعصية لا نستطيع أن يطفوا بهم يتعرفوا ويطفوا بحل الحيوانات ما يقولوا في الطواف يضربوا ويسفروا ما يلعب هذا أخلق يصد يأتي لديك أعباء حرد حيصبيس يضع أحواش يزداد قالوا هذه أدو الحج هذه الجاهلية قلوا إنك أنت بها الحج سأمشي لأي الناس يفونك الحج نعم ويطفوا ويطفوا تمارا بهرة ويطفوا بوقف عرفا مزداليفا لإحرام كذا ويطفوا مرشق ميك يريد يمريد ما هذا يقل في الجاهلية قالوا هذا الحويج كان أعصوه فيهم الله وخحيد وليس الحويج جدد يجب أنت أنت بالفهم حقا بقا حي يدوك الأقدام شريشي فوقي يجدد تطف بيع أدلها ولكن تطف عريان يكا أدلها بس فأنزل الله يا بني آدم خدوا زينتكم عند كل مسجد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة